عرس في قرية تلقينا دعوة من عمتي لحضور حفل زفاف ابنتها ومما زاد في فرحتنا أننا سنسافر إلى القرية لمشاركة أهلنا وأقاربنا هذا العرس الجميل الذي سيقام في الهواء الطلق تحت الخيام شرعنا في الاستعداد لهذا العرس فأقبل أبي وأمي مساء محملين بملابس جديدة لنا وبهدية ستقدم للعروس سافرنا إلى القرية فرحين مصرورين لحضور عرس قروي بهيج تتمازج فيه زغاريد النساء مع الأغاني الشعبية والرقصات الفولكلورية وألعاب الفروسية التقليدية وطلقات البارود عرس في قرية تلقينا دعوة من عمتي لحضور حفل زفاف ابنتها ومما زاد في فرحتنا أننا سنسافر إلى القرية لمشاركة أهلنا وأقاربنا هذا العرس الجميل الذي سيقام في الهواء الطلق تحت الخيام شرعنا في الاستعداد لهذا العرس فأقبل أبي وأمي مساء محملين بملابس جديدة لنا وبهدية ستقدم للعروس سافرنا إلى القرية فرحين مصرورين لحضور عرس قروي بهيج تتمازج فيه زغاريد النساء مع الأغاني الشعبية والرقصات الفولكلورية وألعاب الفروسية التقليدية وطلقات البارود